تستمر فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في متحف الشارقة للفنون بنسخته العشرين تحت شعار أثر يحتضن المهرجان هذا العام أكثر من 31 دولة عربية وأجنبية مشاركة وأكثر من 40 فنانا تشكيليا تتصدرهم مشاركات لفنانين من المملكة العربية السعودية المهرجان هذه الدورة العشرين تحت شعار أثر استضافينا ما يقارب 31 دولة من جميع أنحاء العالم دول عربية وأجنبية تتصدرها طبعا دولة الإمارات مشاركات لخمس فنانين إماراتيين وأيضا مشاركات من السعودية للفنان أيمن زيداني والفنانة سارة العبدالي يأتي المهرجان تحت شعار أثر ليعكس ذوق الفنانين والمشاركين للتعبير عن المفاهيم الجمالية ذات الصلة بالفنون والمعاني الإسلامية ولربط ذاكرة الفنون الإسلامية بالأثر الذي تركته الحياة وتضمن المهرجان أكثر من 181 عملا فنيا جسدت فكرة أثر بأعمالهم الفنية من خلال لوحات وأعمال تركيبية وزخرفية وحروفيات الخط العربي والجداريات البصرية التي تحاكي الإحساس مهرجان يسعى إلى إطفاء بعد آخر للفنون الإسلامية من خلال الدمج بين المعاصرة وبين الكلاسيكية المهرجان في قسمه المعاصرة أو في قسمه الحديث أثبت وجهة النظر التي تقول أن الفنون الإسلامية ما زالت حية وما زالت تنبط وقادرة على التفاعل مع الأفكار والطروحات الحديثة في وقتنا الراهن يشهد المهرجان إقبالا جماهريا من الزوار والمهتمين في أنماط الفن الإسلامي التي تعكس الحس الإبداعي للفنانين في إبراز التراث الإسلامي القديم والمعاصر هنا في متحف الشارقة مهرجان الفنون الإسلامية يعكس أنماط الفن الإسلامي التراثي في كل زمان ومكان للإخبارية دانا بشيتي الشارقة